السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجرجير نبات ينمو بسرعة في وجود الماء ويقال إنه من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان هذا النبات له لون أخضر غامق وله ضعم حار نسبيا وسيقان هشة فوائد الجرجير المصدر الأعلى لفيتامين سي هل تعلم أن الجرجير من المصادر الرئيسية لفيتامين سي؟ في الواقع كمية فيتامين سي الموجودة في الجرجير أعلى من كمية فيتامين سي الموجودة في فكهة البرتقال تقوية جهاز المناعة إذا كنت ترغب في تحصين نظام مناعة لديك فإن الجرجير خيارا رائعا يمكن أن تكون المستويات العالية من فيتامين سي فيه حلا ممتازا لحماية جسمك من أي مرض تسببه الفطريات والبكتيريا والفيروسات ونتيجة لذلك يعمل تناول الجرجير على تحسين مناعتك فائدة الجرجير للكبد من أهم فوائد الجرجير للجسم أنه يؤثر على الكبد فالجرجير يحتوي على مركب الذي يخلص الكبد من السموم وينظم عملية التمثيل الغذائي لهيرمون الاستروجين ويضعف بعض مكونات الجينات السرطانية فوائد الجرجير للرجال والنساء يعد الجرجير من الأطعمة التي تقوم برفع شهوة لدى الرجال وذات تأثير قوي لإحتوائه على فيتامين سي ويعد هذا الفيتامين مقوي ومنشط عند الرجال كذلك له دور هام في التحفيز على إنتاج هيرمون استرويد في الخسيتين وبالتالي يعمل على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية بالخسيتين أما بالنسبة للنساء فله فعالية كمنشط جنسي لدى النساء ويزيد من نسبة اللبن في الثدي لدى النساء المرضعات يحتوي الجرجير أيضا على كميات كبيرة من حند الفوليك وهو عنصر غذائي مهم خاصة للنساء الحوامل حيث يحمي الجنين من التشوهات عندما تتناوله السيد الحامل في الوجبات الأساسية أثناء الشهور الأولى من الحمل تجنب اعتام عدسة العين كمية فيتامين سي العالية في الجرجير مفيدة أيضا للحفاظ على صحة العين تشير الدراسات إلى أن فيتامين سي الموجود في الجرجير يمكن أن يكون مفيدا في حمايتك من أمراض العيون مثل اعتام عدسة العين وبالتالي الحفاظ على صحة عينيك يعزز امتصاص الحديد الجرجير يحتوي على الكثير من فيتامين سي فإن هذا النبات مفيد جدا في زيادة امتصاص الحديد في الجسم يعتبر الحديد من العناصر الغذائية المهمة جدا لنقل الأكسجين من الزئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم يمتص فيتامين سي الحديد وخاصة الحديد الذي يصعب امتصاصه دون مساعدة فيتامين سي صحة الدماغ إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي بما في ذلك الجرجير يعد أمرا رائعا لحماية نفسك من الأمراض التي يمكن أن تكون خطيرة مثل مرض الزهايمر أو أي إصابة دماغية أخرى فضلا عن عواقب تلف الدماغ وفقا لبعض الدراسات فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي هم أكثر عرضة للإصابات الدماغ في الواقع تظهر بعض الدراسات أيضا أن فيتامين سي يلعب دورا رئيسيا في نشاط الخلايا العصبية صحة القلب والأوعية الدموية فيتامين سي الموجود في الجرجير سيكون أيضا نشطا جدا في عملية نمو الخلايا الجذعية لذلك فهو يساعد في الحفاظ على صحة قلبك وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أقل من ذي قبل مصدر ممتاز للكالسيوم يعتقد كثير من الباحثين أن الجرجير يحتوي على الكثير من الكالسيوم وهي فعالة جدا في حمايتك ضد أنواع عديدة من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية السكري وارتفاع ضغط الدم تقليل هشاشة العظام سيكون الكالسيوم الموجود في الجرجير مفيدا جدا في حمايتك من أي مرض عظمي وخاصة هشاشة العظام سيلعب هذا الكالسيوم دورا مهما في تقوية عظامك عن طريق تحفيز إنتاج بنيات العظم بالإضافة إلى حمد الفوليك الموجود في الكالسيوم فإن مغذية الكالسيوم تحمي كثافة العظام من الصغار إلى الكبار أسنان أقوى لأن الجرجير مصدر ممتاز للكالسيوم سيكون له تأثير جيد على أسنانك عندما تتنول هذه العشبة تصبح أسنانك أقوى وأقوى من ذي قبل في الواقع يعد مضغ الجرجير طريقة رائعة لتقوية أسنانك فإنك تعالج نزيف اللثة أيضا تنظيم الغدة الدرقية يحتوي الجرجير أيضا على الكثير من اليود وهو مفيد جدا في تنظيم مستوى هيرمون الغدة الدرقية إذا لم يتمكن الجسم من السيطرة على هيرمون الغدة الدرقية فأنت أكثر عرضة للمعاناة من أمراض مثل تضخم الغدة الدرقية والذي يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل نزلات البرد والإمساك والإكتئاب وزيادة الوزن لذلك فإن استخدام الجرجير مناسب جدا لتثبيت إنتاج هيرمون الغدة الدرقية في الجسم وهذا بالطبع لمن لا يعاني من مشاكل في الغدة الدرقية استقرار مستويات السكر في الدم الألياف القابلة للذوبان في الماء في الجرجير مفيدة جدا لأنها تعمل على خفض نسبة السكر في الدم مما يقلل من امتصاص الكربوهايدرات من الأمعاء لذلك ليس من المستغرب أن يحافظ الجرجير على مستويات السكر في الدم أو يعالج ارتفاع نسبة السكر في الدم وهو أمر مفيد للغاية لمرضى السكري الوقاية من فقر الدم يحتوي الجرجير أيضا على الكثير من الحديد يمكن أن يمد الحديد في الجسم بالهيموغلوبين من المؤكد أن هذا الهيموغلوبين يزيد من خالية دم الحمراء في الجسم وهو أمر مفيد جدا للأشخاص المعرضين جدا لفقدان الكثير من الدم بسبب الإصابة أو أثناء الحيد والحمل لذلك فإن إضافة الجرجير المحتوي على الحديد سوف يمنعك من الإصابة بفقر الدم فقدان الوزن نظرا لأن الجرجير منخفض جدا في السعرات الحرارية فإن هذا النبات مفيد جدا لجميع الراغبين في إنقاص الوزن يوفر لك الجرجير العناصر الغذائية المفيدة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية لجسمك كما يحتوي الجرجير على الألياف الغذائية والأحمض الأمينية التي تجعلك لا تشعر بالجوع وتضمن أن معدتك ممتلئة أكثر من ذي قبل السيطرة على وظيفة المرارة يمكن أيضا أن يكون الجرجير مفيد جدا في التحكم في وظيفة المرارة مع محتوى الماء يساعد الجرجير في تقليل السموم الضر في المرارة التحذيرات والأثار الجانبية للجرجير على الرغم من أن الجرجير له العديد من الفبائد على صحتك إلا أن هناك القليل من الأثار الجانبية والتحذيرات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار بشأن هذا النبات يجب على الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغد الدرقية تجنب الجرجير لأن الجرجير يحتوي على مستويات عالية من اليود ولكن إذا أصررت على تناوله يجب عليك التحدث إلى طبيبك أولا ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المثانة أيضا تقليل الأطعم التي تحتوي على فيتامين كي والذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم بعد شراء الجرجير يجب نقعه في الماء وغسله لإزالة أي نوع من التلوث وأيضا يجب التخلص من أوراق الجرجير ذات اللون الأصفر بعد الشراء يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام أي جزء من الجرجير يمكن استهلاكه من الأفضل استهلاك أوراق الجرجير قبل مرحلة الإزهار للحصول على مذاقه الحلو وبعد تشكيل الأزهار على الجرجير يصبح مذاق أوراق الجرجير مرن الأمر الذي قد يزعج أصحاب المذاق الحساس ورغم ذلك ينصح بأكل أوراق الجرجير الطزجة إذا أمكن للاستفادة من جميع فوائده والطبق قد يؤدي لفقدان الجرجير لبعض فوائده وإذا أردت عمل منقوع أوراق الجرجير يفضل استخدام الأوراق الطازجة لأن الأوراق المجففة ليس لها قيمة طبية تذكر مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته